السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم قناة ام ميالة تفسير الاحلام بشكر جدا 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 كل الناس اللي بتشترك معي في القناة وبشكر جدا 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 كل الناس اللي هتشترك معي في القناة احباتي في الله ياريت تشترك معي اكتر وقت وتتواصلوا معي اكتر عشان باذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بامر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن رؤية الجلوس تحت شجرة مسمرة او شجرة بها فواكه للبنت العزباء في المنام علامة تدل ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا رسول الله بالنسبة للبنت العزباء لو شافت في منامها ان هي بتسير في مجموعة من الاشجار والاشجار دي كانت مسمرة وشكلها حلوة هي ماشية كده ومستشعرة ان هي شكلها حلوة جميل واحنا قلنا ان الاحلام ملهاش قعدة ممكن احلام ان انا شايف نفسي في بستان كبير ممكن اكون شايف نفسي ان انا شايف ان انا بمشي ما بين اشجار جميلة وشكلها حلو هنا اي حد فينا ممكن يشوف الاحلام دي خصوصا الانسان اللي هو كان ممكن يعاني من مشاكل كان بيعاني من ضيق في حالته النفسية وشاف رؤية الاشجار دي من الرؤيات بصفة عامة من الرؤيات الجميلة جدا المحمودة للرؤية اما بالنسبة للبنت العزباء لو شافت في منامها ان هي بتسير بين الاشجار المسمرة وكانت شكلها حلو جميل هنا بيدل لها باذن الله تعالى انها اقترب موعد زوجها من شاب على اه زوج خلق وان رؤيتها هنا رؤية محمودة لها باذن الله تعالى لو كانت هي كانت اه في اه دخلت في علاقة حب قبل كده وان هي اه اه بتعدت عن علاقة الحب او الخطوبة اللي كانت اه مخطوبها قبل كده وشافت الرؤية ديت برضك هنا دليل لها باذن الله تعالى على قدوم الخير ليها وسماع الاخبار الصرى صلاحي الاحوال ليها يعني اي بنت آآ عزباء شافت الرؤية ديت تستبشر بها خير لان باذن الله تعالى رؤية محمودة لها لان بتدل بالمعنى آآ الجميل الحلو الطيب ان هي باذن الله تعالى هتنقول شاب زوج خلق وان هي باذن الله تعالى هتنقول الزواج عن قريب وان ربنا يصلح لها الاحوال وكمان عوضها خير باذن الله تعالى اما بالنسبة رؤيتها ان هي شايفة آآ شجرة آآ خضراء وفيها سمار خضراء يعني لسه انا شايفة شجرة مثلا عليها طفاح اخضر شايفة عليها لسه موز اخضر شايفة عليها اي فواكه بس لسه خضراء ما استودش اآآ شكلها كده لسه ناضجة لسه كده وخضراء وشكلها جميل هنا بيدل لها باذن الله تعالى ان هي اتخذ آآ قرارات آآ في امر ما هي تتمنى الامر ده وانه باذن الله هيعود عليها بالنفع بامر الله تعالى طب لو شافت في منامها ان هي في شجر وبتجمع من عليه ازهار ورود بتجمع عليه منه سمار هنا بيدل لها باذن الله تعالى على النجاح والتفوق باذن الله تعالى او ان هي سوف تكتسب اموال كثيرة بامر الله تعالى اه لو رأيت شافت في منامها برضك شجر وعليه ازهار والازهار ده مسمرة وشكلها كده جميل ومتفتحة ازهار شكلها حلو متفتحة هنا بيدل لها بامر الله باذن الله تعالى ان هي هتنول الزواج وان باذن الله تعالى هتنول ابناء لها في المستقبل وهيكونوا باذن الله تعالى اولاد صالحين بامر الله تعالى رؤيتها ان هي بتتمشى ما بين الاشجار الخضراء هنا بيدل لها على ان هي بتتمتع بالخلق الطيبة وان هي قلبها طيب وهن هي انسانة على يعني حسنة الاخلاق باذن الله تعالى ده كانت رؤية بسيطة او تفسير بسيط للبنت العزباء في ان هي شايفة نفسها تجلس تحت الشجرة مسمرة برضه كان بيدل لها على الخير والسعادة والرزق باذن الله تعالى او شايفة ان هي شايفة ان هي ما بين اشجار مسمرة دي كانت رؤية الاشجار للبنت العزباء في المنام بشكركم جدا على حسن استماعكم ليا ويا ريك تدعموني بلايك وشير للفيديو اي حد عنده استفسار عن اي حلم بعد تقريف التعليقات وانا ان شاء الله باذن الله هرد علي بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة